السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس في سطرة التعليمية هنتكلم النهاردة عن ازاي نقدر نحمل ملفات الباوربوينت او ملفات العرض التقديمي من موقع سلايد شير مجانا ومن غير تسجيل بطريقة سهلة وبسيطة جدا لو بتشوف الفيديو بتاعي على اليوتيوب اعمل لك على الفيديو واشتراك في القناة وكما ندوس على جرس التفعيل عشان يوصلك كل جديد على قناة لقناة فيسر ولدك تشوفني على الفيسبوك اعمل لك على الفيديو واعجب الصفحة وكمان ادعموا الصفحة عشان توصل لأعلى المتابعين وادعموا القناة عشان توصل لأعلى المشتركين ويلا بينا نشوف شرح الدرس دلوقتي يا جماعة تعالوا نشوف ازاي نحمل من موقع سلايد شير ملفات الباوربوينت او ملفات العرض التقديمي مجانا ومن غير تسجيل ركزوا وتابعوا معايا الخطوات هنروح عندي جوجل وفيها نكتب في البحث سلايد سلايد شير وهنعمل بحث هندخل على موقع سلايد شير وده موقع جميل جدا يستخدموا الدكاترة والباحثين والطلبة في موضيع البحث بتاعته هنختار اي موضوع عشان نحمله فمثلا هنكتب مثلا اي موضوع وهنبحث عنه هنختار اي موضوع من المواضيع دي قدامكم وعشان نحملها بار بوينت هنختار مثلا الموضوع ده طبعا الشيء الطبيعي ان كل بروح عن كلمة داولود شايفينها دي كلمة داولود وبنتغط كلك بس بيطلب منك تسجيل في الموقع انا دلوقتي هوريكم ازاي هيتحمله من الموقع سلايتشير من غير ما نسجل ويمكنه ركزوا بقى ويتابعوا معايا الخطوات هنروح عندي جوجل هنروح عندي جوجل وهنكتب سلايتشير داولودر ثاني هنكتب سلايتشير داولودر هنختار اول اختيار سلايتشير داولودر فتحنا موقع سلايتشير داولودر ايه الخطوة اللي بعد كده هنروح على الموضوع اللي عايزين نحمله فمسلا دا الموضوع عايزين نحاوله هنروح عند اللينك اللي فوق ناخد منه كوبي ثاني هنروح عند العنوان او اللينك ناخد منه كوبي تحمل عنوان بالكامل ناخد منه كوبي ونحطه هنا ونعمل باست او لصق وندوس على كلمة داولودر هيتطلب منك هيتطلب منك انك تدخل الكود هنكتب الكود الزوت دي هو مكتوب تحت عندك قدامك اهو ثمانية دي ثمانية ثمانية سي أربعة وهندوس اوكي هي هيبدأ مكتوب قدامك وداولودنج بيبدأ بالتحميل هندوس على المربع دا او الاختيار دا ونضغط كلك زي ما انتم شايفين تحت بيحمل الملف في باورو بوينت وممكن برضو يا جماعة لقطة مهمة تانية ممكن يحمله بد oro انا كده حملناه اهو تحت باور بوينت هندوس على العلامة داي علامة التنزيل ونضغط كلك هيحمله ملف demasiات بد oro وتختار المكان التنزيل وتقوم بulu كده يبقى حملناه ملف uh حملناه ملف باور بوينت ملف bdf تعالو له نشوف الملفات ادي ملف البار بوينت اللي حملنا هنشوفه قدامكم زي ما انتوا شايفين حمل الملف باور بوينت تمام هنشوفه برضو ملف البي دي اف ادي ملف البي دي اف برضو برضو حملو ملف بي دي اف يارب يكون الدرس عجبكو يارب تكونوا استفدتم الدرس لو بتشوفوا قناتي على اليوتيوب اعملوناك على الفيديو واشتراك في القناة وكمان دوسوا على جرس التفعيل عشان يوصلوه كل جديد على قناة قناة فيسطرة ولو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوناك على الفيديو واعجاب بالصفحة وكمان ادعموا الصفحة عشان توصل لألمتابعين وادعوا القناة عشان توصل على المشتركين واستنوني في دروس تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته